موسيقى مساء الخير فقد العالم العربي كمساحة الأكاديمية محمد أركون أحد أهم رموز الدراسات الإسلامية وصاحب مشروع فكري تحديثي طالما شغل رواد النهضة العربية ينتمي محمد أركون إلى جيل عربي له ثقافته ومنهجه وفلسفته لقب بفولتير العرب بأسئلته القلقة وبحثه عن الأنسنة حاول أن يطبق على التراث الإسلامي الثورة الإبستيمولوجية المنهجية التي طبقها بعض المفكرين الغربيين على التراث المسيحي وقيل عنه هو مفكر اللامفكر فيه إذ يتمثل مشروعه الفكري في إنتاج ثقافة الأسئلة بمنأة عن كافة المسلمات الجاهزة ولد ونشأ في الجزائر ومن ثم رحل إلى فرنسا وأكمل فيها دراساته واستقر بها ودرس في السوربون أثارت أفكاره في المغرب العربي كما في مشرقه جدلا واسعا وقد احتار كثيرون في أي تخانة يصنفون أهو مع الفكر الإسلامي أم ضده يدعو إلى تفعيل الفكر الإسلامي أم إلى نسفه من أساسه ساعة حرة تقدم هذه الحلقة تحية إلى محمد أركون وتستضيف من الرياض إبراهيم البوليهي مفكر وكاتب سعودي في قضايا التنمية الاجتماعية ومعنا من بيروت نرحب بالكاتب والباحث السوري عمر كوش ومن موريال نرحب بالدكتور سامعون أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك الكندية وباحث في العلاقات بين الدين والإديولوجيا أهلا وسهلا بكم مساء الخير في ساعة حرة أبدأ من الرياض بالسيد إبراهيم البوليهي الكاتب والمفكر السعودي بعد محمد أركون ومحمد عبد الجابري ونصر حامد أبو زين من يملأ الفراغ الذي خلفه غياب هؤلاء شعلت إصلاح تنويري مفكرون إصلاحيون تنويريون ماذا بعدهم في العالمين العربي والإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الإشكال ليس في أن يذهب أركون أو غيره الإشكال في المجتمعات العربية التي لا تستفيد من مفكرها طبعا نحن لازل لدينا مجموعة من مفكرين يأتي في طلعتهم عبدالله العروي علي حارب مطاع صفدي حسن حنفي في مجموعة من مفكرين لكن الإشكال ليس في عدم وجود مفكرين إنما الإشكال الأكبر هو في عدم الاستجابة للمفكرين لقد مر مفكرون كثيرون على امتداد التاريخ العربي والإسلامي ولكنهم لم يتركوا أي أثر بل بالعكس أنا أرى أن التنوير يأتي دائما بنتائج عكسية بمعنى أن محاولة التنوير تستنفر الطرف الآخر ليضع المزيد من القيود والمزيد من المتاريس والمزيد من الحواجز والمزيد من القيود التي تمنع العقل العربي بأن ينفتح إشكالنا ليس في أن يكون لدينا مفكرون المفكرون يظهرون في كل المجتمعات وقد مر على تاريخنا مفكرون كثيرون ابتداء من التوحيد وبالرشد وغيرهم ولكنهم لم يتركوا أي أثر إيجابي وإنما كان الأثر بالعكس أننا ما زلنا ندرس وندرس ما يعارض هذه الأطرحات لأننا ضمن ثقافة تحتاج إلى أن يعاد تأسيسها لتمفتحها على الآفاق العالمية أطرح السؤال نفسه على عمر كوش من بيروت أهلا بك في ساعة حرة الإجابة التي تفضل بها السيد البلايهي تضع المشكلة في خانة المجتمع ما رأيك أنت؟ يعني الإجابة للأستاذ إبراهيم هي تدخل في سياق طبعا حالة انسداد الأفق السياسي والثقافي في بلداننا العربية لكن بالتأكيد طبعا وفاة محمد أركون هي خسارة كبيرة للثقافة العربية والثقافة الإنسانية نحن خسرنا مفكرا إسلاميا عمل طوال ثلاثون عاما أو أكثر على تفكيك وحفر الطبقات المتراكمة في التراث العربي وعلى نقد الفكر الإسلامي وبالتالي صاحب مشروع كبير وهو خسارة بلا شك للثقافة العربية إنما من جهة طبعا أن هذه الثقافة هل نضبت؟ طبعا الثقافة لا تنضب هناك مفكرون آخرون وسيولد مفكرون جدد يتابعون ما بدأه الأستاذ محمد أركون ولدينا أيضا أسماء لا تقل أهمية في الساحة الثقافية العربية والفكرية أيضا أسماء لامعة ولازالت تحفر في طبقات التراث وتحفر في الثقافة العربية وتريد أن يسكنها هذا الهم أو أن تصل إلى هذا الهم وهو إدخال العالم العربي والإسلامي في باب الحداثة والمشاركة في الحضارة العالمية نعم أستاذ عمر كوش ما الذي يميز محمد أركون عن غيره من المفكرين الإصلاحيين؟ ما يميز أركون هو الحقيقة مشروعه بمعنى المشروع الذي تصدى له مشروع كبير جدا هذه المدونة المتراكمة من التراث والعقل وإلى آخره ليس من السهل الدخول إليها والحفر وتفكيكها وإعادة بنائها من جديد أركون وصل إلى اللحظات التأسيسية الأولى استعمل الألسونية واستعمل مناهج العلوم الإنسان الحديثة واستعمل التاريخ أيضا وأيضا استعمل طبعا مناهج عديدة وخاصة المنهج الأنثربولوجي والمقاربة الفلسفية لذلك بحجم أركون وبثقل عمله الذي قام به نعم هناك خصوصية وأيضا خصوصية في التناول وجرأة وأيضا الخصوصية أيضا في جرأة التناول حيث لم يحسب حسابا لمن انتقدوه ولمن يقفون حائلا أمام تطور العقل الإسلامي وأمام دخول العرب في باب الحداثة هناك تيارات بلا شك تريد أن تشدنا إلى الخلف إلى الماضي وأركون كان جريئا وقال إنكم تسببتم في كل نكسات وخيبات هذه الأمة وكل نكسات وخيبات المشروع الإسلامي الذي يجب أن يبقى حيا متجددا يشارك به العقل المتفتح المتنور وليس العقل المنغلق على ذاته والذي لا يقبل الآخر ولا يقبل التعدد ولا يقبل التنوع هذه جزء من خصوصية أركون طبعا لا يمكن حصرها بكلمتين أو أكثر يمكن أن نكتب كتبا ويمكن أن نكتب بقالات كثيرة في هذا المال سوف أعود إليك عمركو سوف أنتقل إلى موريال رحب بالدكتور سيمي عون أهلا وسهلا بك في ساعة حرة دكتور عون عنوان الحلقة هو محمد أركون أنسنة الإسلام أم تغريبة هل نزعة الأنزنة هي ميزة فكر محمد أركون؟ شكرا للاستضافة لا شك بأن تطبيق المعارف العلمية الحديثة والمناهج العلمية خصوصا البنيوية هي أهم إسهان قام به أركون وقال في نفسه وفي كتبه وهكذا يمكن أن نتلقاه هنا خصوصا في الجامعات الغربية قال أنه ليس من الضروري أن تكون غير مسلم لتفهم الإسلام عبر المناهج العلمية ويمكن أن تكون مسلم وأن تطبق هذه المناهج العلمية التي هي وليدة الحداثة وبالتالي يمكن لك أن تكون مؤمنا دون أن تتناقض لا مع الحداثة ولا مع ما استولدته من مناهج علمية هذا الإسلام هنا الذي ينظر إليه أركون يفككه أي أنه يعود به إلى نص ليس هذا يعني أنه يعيب على المؤمن إيمانه ولكنه يتعاطى مع النص كشيء كموضوع علمي وبالتالي ينزع عنه على الأقل مؤقتا صفة القداسة الشعورية التي تختلش في قلب المؤمن ويضعه أمام من يقرأه ومن يستمع إليه ومن يدرس عليه كنص يمكن أن نفهمه من داخله أن نفهمه من بنيته وبهذا المعنى قدم خدمة جليلة بأنه وضع الحداثة الإنسانية الإنسانوية داخل النص الديني واستخرجه منها بهذا المعنى وضع الإسلام في سياقه التاريخي ولم يعزله عن مجرى الحضارات ومجرى الثقافات صحيح أن أركون اعترف وأقر بأن الحداثة هي نتاج غربي وأقر بأسبقية أوروبا ربما على بقية الحضارات المشرقية أو الشرقية أو الأسيوية إلا أنه قال أن الإسلام يتصالح مع هذه الحداثة لأنه أولا عنده بزورها عنده المدميك الأولى للأنسانوية أي أن ننظر إلى الإنسان بصفته قيمة مطلقة وأيضا عنده أيضا في الإسلام تقليد عبر النص أو عبر التاريخ حتى إلا أنه كما تفضل الأخوان هناك تراكم عليه قشرة غليظة هو سببه أنه لم نعد إلى النص مباشرة وإنما عدنا إلى تفسير وقراءات تراكمت مع التاريخ خصوصا بالنسبة إلى محمد أركون وهنا يحاول أن يستخلص إن صحى التعبير أن ينقذ إنسانية الإنسان في الإسلام أنه يقول بأن المجتمع المدني هو ليس المجتمع الفقهي وبالتالي أن توظيف السياسي للدين أساء جدا إلى التراث الإسلامي وأساء جدا إلى الثقافة الإسلامية المعاصرة أعود إلى الرياض مع أستاذ إبراهيم البوليهي أركون يقول أن الإسلام شهد الأنسان قبل أوروبا في القرن السادس عشر بين عصر النهضة إلا أن هذه الحركة أجهضت ما هي الأسباب برأيك أستاذ بوليهي التي أدت إلى نقوص النزعة الإنسانية في الإسلام؟ أولا أنه هو اختار أشخاص لا يمثلون التياراً يعني مثلاً رسالته للدكتوراه عن مسكويه عن الأنسان عند مسكويه والتوحيد وغيرهم وأمثالهم هؤلاء كانوا نشازاً على الثقافة الإسلامية لم يكنوا يمثلون تياراً وإنما كانوا منبوذين إلى درجة أن التوحيد نفسه أحرق كتبه لأنه لم يجد استجابة من المجتمع كان يعتبر نفسه خارج السياق الثقافي العربي الإسلامي ولذلك أرى أن أنسون يعني حاول أن يقحم الأنسنة على تاريخنا العربي لأن الأنسنة أصلاً كانت يعني الذين كان عندهم هذا الاتجاه الإنساني أخذوا هذا الاتجاه عن الثقافة الأغريقية ثم إنهم لم يقبلوا من مجتمعاتهم أي كانوا نشازاً فلو سألت معظم طلاب الجامعات العربية والمتعلمين العرب من هو مسكويه ربما لا يعرفون من يكون هذا المسكويه فالاتجاه الإسلامي لم يكن اتجاهاً متغلغلاً أو معترفاً به في الثقافة العربية وإنما كان اتجاهاً هامشياً لم يعترف به أحد أستاذ إبراهيم بالبولاهي أنت تركز على المشكلة وكأنها المشكلة في المجتمع العربي يعني المجتمع الإسلامي حتى ما هي المشكلة إذن؟ أنه تحدثت أن التوحيدي كان استثناءاً كما كان يمكن أن نقول عن المعتزلة بأنها كانت استثناءاً طيب لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هل الأسباب تعود إلى طبيعة الإنسان العربي المسلم؟ إلى ماذا؟ لا لا هي ثقافة ثقافة أصلاً أولاً أن العرب ظهروا على مسرح التاريخ كدعاة دين وليسوا كدعاة حضارة لم يظهروا أصلاً ابتداءهم خرجوا من جزيرتهم معلمين لا متعلمين طلعوا مرشدين ولا مسترشدين من الآخرين يعني هم ظهروا حتى الأم منهم يرى أنه من حقه أن يعلم الآخرين لا أن يتعلم منهم وبقيت عندهم هذه الإشكالية هذا التواهم بقي عندهم حتى الآن يعني ركزوا على الجانب الديني ولم يهتموا بالجانب الدنيوي أبداً الإنسان ليس قيمة في ذاته وإنما هو رقم تابع للسلطة أو تابع للمذهب أو تابع للعصبية الإنسان ليس معترفاً به وثقافة لا تعترف بالإنسان لا يمكن أن تنمو ولا يمكن أن تتقبل الاتجاه الإنساني فهذه الأنسانة أصلاً غريبة على العقل العربي منذ بدايته منذ الجاهلية ثم عندما جاء الإسلام وحامله العرب بقوا أيضاً متعصبين لما جاءوا من أجله فقط وليس من أجل الانفتاح على العالم نتوقف أعزائي المشاهدين في استراحة أولى نعود بعدها إلى ساحرة لمتابعة هذه الحلقة عن محمد أركون فابقوا معنا أعزائي المشاهدين من جديد إلى ساعة حرة أنتقل إلى بيروت مع الأستاذ عمر كوش أستاذ عمر هل كلمة يومانزم أو يومانيسم هي الأنسنة بعيدة عن الإسلام هذا البعد كما استمعنا إلى سيد إبراهيم البوليهي لا بالتأكيد الأنسنة ليست طبعاً بعيدة عن الثقافة الإسلامية ما تحدث عنه أركون في رسالته الدكتورة في السوربون عام 1969 كانت تتناول القرنين الثالث والرابع للهجرة يعني القرن التاسع والعاشر للميلاد وفي هذين القرنين وجد تيار إنساني وعقلاني عربي إسلامي عريض تجسد في عدة شخصيات فكرية وأدبية وفلاسفة كبار هناك الجاحظ هناك التوحيدي مسكوي أبي الحسن العامري ابن سينة والفارابي سواهم من الفلاسفة والمفكرين والكتاب هذا التيار كان يختلف تماماً عن التيار أو ما سماه طبعاً ناركون التيار الدجمائي للعقل السائد العقل الديني السائد على طريقة الفقهاء المعادين لعلب الكلام وللفلسفة وإلى آخره طبعاً لكن مع الأسف فيما بعد في القرن الحادي عشر عندما وصل السلاجقة إلى حكم العالم العربي الإسلامي حصل تراجع كبير الخليفة القادر اتخذ قراراً بتحريم فكر المعتزلة بل وأباح دمهم في عام 2020 ميلادي وعلى أثر هذا القرار طبعاً حرم الفكر من أحد مصادره العقلانية الهامة وهو المعتزلة كانوا أكثر الإسلاميين أو أكثر المسلمين عقلانية ثم تمت تصفية الفلسفة بشكل نهائي في المشرق بعد رد فعل الإمام الغزالي ومعروف المعارك التي خاضها ضد الفلاسفة وحتى طبعاً كان يهزأ منهم وإلى آخره وبالتالي تمت عملية الحقيقة شبه ممنهجة لقتل الفكر والتفكير خارج المؤسسة الرسمية التي طبعاً تحالفت مع السلطة وهنا الحقيقة أنا لا يمكن أن نقولنا المشكلة في المجتمع لا المشكلة أيضاً في السلطة السلطات هي التي طبعاً كانت تتحكم بمقدرات الناس وبحياتهم وهي التي كانت يمكن أن تفتح باب الاجتهاد المنفتح على الجميع وليس حصره بفئة قليلة من الناس سموا فقهاء وحرم الاجتهاد على غيرهم هكذا جرت الأمور وهكذا استطاعنا محمد أركود أن يحفر في هذه الطبقات وأن يبين لنا ما هو المسكوت عنه وما هو المستحيل حتى التفكير به في طبقات هذا الفكر الإسلامي من هنا تأتي أهمية محمد فكر أركود لكن الأنسنة وجدت نعم وكان لها تياراً عريضاً في الفكر العربي الإسلامي وطبعاً من يرجع إلى أعمال هؤلاء الذين أعددت بعض أسمائهم يستطيع أن يلحظ بشكل كبير جداً هذه النزعة الأنسنة نزعة الأنسنة في الفكر الإسلامي سامعون من موريال كيف يتهم أركود بالفكر الغربي وهو متأثر بثلاث مدارس المعتزلة التوحيدي وابن رشد برأيك هذا لا شك حكم قصير النظر على أركود أركود لم يتخلى ولم ينزع جلده بهذا المعنى إنما هو حاول أن يتواصل مع هذا التراث وأنا أوافق الرأي الذي يقول بأن الأنسنة وجدت وحتى الليبرالية وجدت والعقلانية وجدت لا شك في التراث الإسلامي إنما هي غلبت وهزمت لماذا هي استثناء في الفكر الإسلامي؟ لأسباب عدة السبب في المرحلة الكلاسيكية التقليدية هي أن الهم الشاغل الأكبر كان لمفكري السلطة والسلطات الإسلامية كانت الدفاع والتوسع وبالتالي الحفاظ على الوحدة ووحدة الدولة لما انتقلنا إلى مرحلة السيطرة الغربية عبر الاستعمار وما شبه ذلك من هيمنة غربية ثقافية وعسكرية بدأ هنا المنطق الدفاعي السجالي للمحافظة على الذات في الحالتين ضاعت أهمية أولوية الإنسان وأولوية العقلانية وبالتالي كان التوجه في المرحلة التقليدية هو الأولوية للسلطة ولغلبة السلطة وللمفكر الذي يدعم مشروعية السلطة وفي المرحلة ما بعد الاستعمار وردا على الاستعمار زج بالدين الإسلامي كمشروع أيديولوجي وتمت إقامة كيانات سياسية مثل الباكستان مثلا على الهوية الإسلامية وعدد من الدول العربية وهذا ما اعترض عليه أركون بشدة وأيضا تطور الأمر إلى إقامة نظام على أساس الدين الإسلامي نظام سياسي وهذا ما قال به ما يسميهم أركون الإسلامويون أي معادلة الدالات الثلاث الإسلام دين ودنيا ودولة وبالتالي أصبح الإسلام يؤمن شرعية ومشروعية للأنظمة القائمة كإديولوجيا إديولوجيا تحريرية إديولوجيا مقاومة ولكن بالتالي اختزل الإسلام وضاع بعده العقلاني النقدي وخصوصا ضاع بعده الروحاني بهذا المعنى المشروع الأركوني هو مشروع إعادة إحياء العقل في الإسلام أعطاء الأولوية للإنسان ولكن أيضا أعطاء الروحنة إلى الإسلام استرجاع مكنوزها الروحاني وهنا المشكلة هي في البناء الاجتماعية والاقتصادية طبعا وغلبت التيار العسكرتاري كما في حالة السلجقيين كما تفضل الأستاذ عمر كوش ولكن أيضا في المرحلة الراهنة أي في دولة ما بعد الاستقلال كان الهم هو السيطرة على السلطة وأصبح الإسلام إديولوجية التمسك بالسلطة أو إديولوجية السعي إلى السلطة دعني أنتقل إلى الرياض مع الأستاذ إبراهيم البلايهي إبراهيم البلايهي هل لديك تعليق أو ملاحظات على ما أدل به الدكتور سامعون أو حتى الدكتور عمر كوش أنا أريد أن أوضح أولا أنني لا أقلل من مكانة ولا من جهد ولا من مشروع محمد أركون ولا غيره من المفكين الكبار ما أريد أن أؤكد عليه هو أنه لا يستجاب لمفكرين على امتداد تاريخنا لا يستجاب لمفكين وهذا هو الإشكال الأكبر لا يمكن أن يتحقق تقدم إلا بجناحين جناح الرياضة الفكرية وجناح الاستجابة الاجتماعية ما الذي يمنع المجتمع من أن يستجيب هذا موضوع آخر يعني هل السياسة هي التي تمنع أو الثقافة هي التي تمنع هذا موضوع مركب يحتاج إلى بحث آخر لكن المهم أنه لا يمكن أن يتقدم أي مجتمع أو ينهض إلا على جناحين جناح الرياضة الفكرية وجناح الاستجابة الاجتماعية الكافية ما لم يتحقق هذا التلاحم العضوي بين الريادة الفكرية والاستجابة الاجتماعية فإنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض أما ما أريد أيضا أن أوضح هو أنه أكرر التأكيد على أن الفكر العقلاني بالنسبة للثقافة العربية هو فكر غريب ووافد ولم يستجب له على امتداد التاريخ العربي كله ليس في ذلك الزمن وإنما الآن هؤلاء المفكرين يعني مثلا مشروع محمد أركون ما هو أثره في المجتمع بدون شك أنه مشروع كبير كغيره من المشروعات الفكرية مثل مشروع علي الوردي محمد عبد الجابري هشام جعيط إلى آخره هؤلاء المفكرين كلهم أسهموا إسهمات كبيرة ومنهم أيضا زميلنا الذي يتحدث عمر كوش هذا أيضا نعتبر من المفكرين اللامعين الذين يساهمون في تنوير المجتمع لكن هل يستجاب لهم لا أرى أن المجتمع يستجيب لهم وإنما يزداد انغلاقا كلما ظهرت بوادر التنوير صار رد الفعل أشد وإزدادنا انغلاقا وإزدادنا تخلفا وأحكمنا الحصون على العقل العربي لألا ينفتح عمر كوش من بيروت أعود إلى محمد أركون برأيك الفكر الغربي لدى محمد أركون أبعده عن الإيمان أبعده عن الإسلام كما يقول منتقدوه لا ليس هذا الكلام دقيق تماما لأنه محمد أركون نفسه يكتب في أحد كتبه أنه صوت من داخل العالم الإسلامي يرتفع لكي ينتقد ما تراكم من طبقات ومن طبعا إسقاطات على العقل الإسلامي وعلى التراث الإسلامي لذلك أراد أن يحرر العقل والتراث من هذه الإسقاطات ومن التهميش ومن الألغاء ومن المسكوت عنه إلى آخره لكي يدخل في عالم الحضارة وفي عالم الحداثة وكان هم أركون الحقيقة كل هم مشروع أركون يرتكز على سؤال هام كيف يمكننا أن ندخل عالم الحضارة ونساهم في بنائها الحضارة العالمية والحضارة الإنسانية في مختلف أبعادها طبعا العلمية والإنسانية وسواها لذلك رأى أن المشكلة في الشيء العام الذي اتخذه وهو العقل الإسلامي أراد أن يحفر في طبقات الإسلام في تاريخ الإسلام واستخدم مناهج كأديدة وحاول أن يصب كل جود حياته لكي يخلص هذا العقل ويخلص هذا الدين من ما ملحق به من إسقاطات سياسية وما سببه ما يسميه العقل اللاهوتي السياسي الذي طبعا وضعه بشر والبشر لهم أهواء ولهم طبعا وخاصة البشر الحاكمون الذين استلموا السلطات على مدى 14 قرن لذلك الهم الأساسي هو التخليص يعني أنت فتحت موضوع هو قضية الحداثة أن الإسلام والمسلمون يطعطون بحذر شديد مع الحداثة ما هي مشكلة المسلمون اليوم مع الحداثة برأيها؟ ما سببها؟ الحقيقة الحداثة غبنت في العالم العربي السبب وطبعا وعلى العالم الإسلامي بشكل عام السبب أننا عندما تعرفنا إلى الحداثة تعرفنا إليها عن طريق إما بالاحتكاك مع العالم الغربي وكان في مرحلة الاستعمار والاستعمار طبعا كان له أهداف كثيرة في بلداننا أما الطريق الآخر فهو مجموعة من المثقفين والمفكرين الذين ذهبوا إلى أوروبا ورأوا واندهشوا وصدموا بما رأوا من تنظيم وعقلانية وتداول سلطة وإلى آخره وديمقراطية ومجموعة هذه القيم المرافق للحاداثة وفصل السلطات وإلى آخره لكنهم عندما أتوا لم يتمكنوا من أن يوصلوا هذه القيم التي هي حقيقة قيم إنسانية بقدر ما هي قيم حضارة غربية أنا دائما مع القول أن الحضارة عالمية وليست تختص بقارة معينة أو بشعب معين هؤلاء المفكرون لم يتمكنوا من أن يخاطبوا الشارع أن يخاطبوا الإنسان العادي إلى جانب أن السلطات الحاكمة وقفت في وجههم وهمشتهم بل واحتقرت ما كانوا يطالبون به لأن الأمر يمس سلطاتهم ويمس الثروات التي يراكمونها وإلى آخره والمنافع التي طبعا يأخذونها من السلطة لذلك هناك عوام المركبة الحقيقة الاستعمار الذي جلب لدينا الحداثة مع الاستغلال ومع الاحتلال أمار كوش دعني أتوقف في فاصل قصير أعود بعده لمتابعة هذا الحوار حول محمد أركون إنما بعد هذه الاستراحة أهلا بكم إلى ساعة حرة أعود إلى بيروت مع الأستاذ عمار كوش عمار كوش كنا نتحدث عن الإسلام والحداثة المسلمون والحداثة عفوا على المقاطعة بإمكانك أن تعود وتتابع الفكرة لذلك أنا ما أردت قوله أن هناك عوامل عديدة الحقيقة يعني تفيد في بعض الحالات باستخلاص أننا لم نستطع أن ندخل الحداثة وأن الإسلام طبعا لا يتماشى مع الحداثة لكن مشروع أركون يقول عكس ذلك بمعنى أنه ليس المشكلة في الإسلام المشكلة فيما تراكم طبعا من طبقات ومن إسقاطات إلى غير كما أسلفت قوله على هذا العقل وجعلته طبعا يقف حائلة أنا باعتقادي أن الآن ما يهمنا هو وضعنا الحالي الحاضر هناك طبعا مظاهر الحداثة في كثير من البلدان العربية الإسلام والإسلامية لكن الحداثة بالمعنى الذي نريده وبشكل الذي نريده طبعا لم ندخلها بعد ويبدو أننا نحتاج إلى كثير لكي ندخل هذه الحداثة أستاذ عمر في نقطة بهذا الموضوع بالذات أنه قراءة النص الديني على ضوء العلوم الحديثة الإبستيمولوجيا الأنتروبولوجيا هل تنزع عن هذا النص الديني صفة المقدس برأيك وهذا ما عمل عليه أركون هل نزع صفة المقدس عن النص الديني برأيك يعني هو الحقيقة هناك هذا المنهج الذي اتخذه أركون وطبقه وسماها طبعا التطبيقات الإسلامية يقوم على النقد بالمعنى الألسني أو اللغوي وطبعا يستفيد من البنيوية أيضا كما قال الدكتور سامي عون من أجل إبراز القيم اللغوية والتركيز على البنى اللغوية واللفظية للنص المقدس أو النص الديني وطبعا أركون طبقه ليس على القرآن فقط إنما على الإنجيل وعلى التوراة هذا المسعى من أجل تحرير القارئ من هيبة الهيبة اللاهوتية أو القدسية أو الرهبة التي تصيبه من القارئ عندما يتناول نص المقدسة لكن هذا النزع هو ليس بصفة ليس بشكل دائم إنما مفهوم إجرائي من أجل أن تكون الدراسة علمية ودقيقة هو بعيدة عن التوترات أو الأخرى ثم تأتي المرحلة الثانية التي هي النقد بالمعنى التاريخي وثم الأنثوربولوجي وإلى آخره ثم الفلسفي لكن ليس هدف أركون أو مشروع أركون هو نزع القداسة أو نزع الهيبة للنص الديني أو النص المقدس لا بالعكس تماما أركون يميز بين الدين على مستويين أو معنايين للدين الدين بمعنى الوحي الكلام الإلهي وهو طبعا يقول كلاما جميلا ويتغنى به ويجعله في مصاف المتعالي والمنزه أما المستوى الثاني فهو طبعا بالمعنى القانوني والرسمي وهذا ما شكل بما بعد العقل السياسي اللاهوتي الذي هو في مشكلة كبيرة مع أركون وطبعا مع حقيقة جميع من يفكر بشكل حر هنا المشكلة التي وقف عندها أركون وحاول جاهدا على تفكيكها وخلخلتها وإعادة بناءها من جديد بمعنى بناء عقل جديد متحرر من اللاهوت السياسي الذي طبعا كتبه المنتصرون كما كتبوا التاريخ وكما كتبوا المدونة الفقهية بكاملها أعود إلى موريال إلى سامعون إلى نقطة أخرى أساسية في فكر محمد أركون هي اللا مفكر فيه لماذا رقعت أسباب اتساع مساحة اللا مفكر فيه في الفكر الإسلامي؟ لا شك أن غياب الحرية هو علامة أساسية ربما في كل الموروث الإسلامي والعربي بشكل محدد غياب الحرية وبالتالي أن تكون السلطة هي الناطقة الوحيدة باسم الدين وأن يستعمل الدين في ركاب السلطة وتوظيفه من أجل استمرارية النخب الحاكمة أو المهيمنة ربما هذه هي نقطة الضعف الأساسية في الموروث اللا مفكر فيه سامع الدين ألم يساعد السلطة أيضا على ذلك؟ لا شك أن الدين هناك شيء من الشراكة شيء من الالتباس في العلاقات بين من يسميهم أركون بالتحديد مقاولو المقدس أي الذين يشتهدون في إدارة البسألة القدسية ويوظفونها باتجاه دون آخر لغلبة جماعة على أخرى وبالتالي وعلينا أن ننتبه إلى نقطة هنا إشارة ربما إلى الوراء بعض الشيء أن أركون ليس ماركسيا هو ليس ملحدا ولم يتبنى النقد الديني الذي قدمه الفكر الماركسي وبالتالي بقي بهذه النقطة إلى حد بعيد موضوعيا أي أنه ترك للدين استقلالية معينة وبالتالي لم يحاول أن يهدمه بالمعنى الإلحادي للكلمة إنما حاول أن يعيد أن لا مفكر فيه إلى نقطة الضوء أي نقطة أن يكون شيئا قابلا للدراسة العقلانية بهذا المعنى أركون هو ابن الحداثة الغربية وليس فقط الحداثة الغربية المعادية للمسيحية وإنما يريد من الإسلام ومن النخب الإسلامية أن تقبل أن تكون هي شريكة في استيلاذ الحداثة كما جرى عند نخب مسيحية عديدة وخصوصا الكنيسة الكاثوليكية في وقت ما كانت تعترض على العلمانية تعرض على الحداثة الآن هي تتبناها على العكس من ذلك سامي أريد من توضيحي إلى تحررها من السلطة أخرى قبل أن ننتقل إلى محور آخر هو ظاهرة الوحي في الإسلام كان لمحمد أركون موقف من الوحي هل يمكن أن تضضح لنا هذه النقطة إذا أمكان يعني أركون سلم بأن الوحي الوحي الإبراهيمي التوحيدي كله نصوص متكاملة في رسالة توحيدية لم يعترض عليها ما قال به هو أن هذا النص أستطيع أن أضعه بين قوسين فقط لأدرسه من الناحية التاريخية وأضع أيضا تحت مبضع النقد كل التفسير المتداولة أركون لم يسعى أبدا إلى القول بأن الوحي مزيف استعمل كلمتان هنا أدت إلى سوء فهم أولا كلمة القصص بأن هذه هي حكايات هو لم يقصد بذلك طبعا واستعملت كلمة ترجمة من الفرنسية الأسطورة مما عني بالعربية أن الدين خرافة هو لم يقصد بذلك أبدا هو قصد أن هناك سرد معين أنا أستطيع أن أفهمه وبالتالي أن أتعاطى معه وأريد أن أذكر بموقفه وهو علماني طبعا وهذا واضح إلا أنه كان يضع حدودا لنقد المقدس في وقت ما في حياته عندما رفض أطروحة سلمان رشدي في آيات شيطانية فهو وقف وقال هناك شيء من المقدس يجب أن لا نستهون ونتساهل في نقضه بعبر رواية قصصية فيها استفزاز أكثر ما فيها تحليل بهذا المعنى أركون يترك للوحي مكانة معينة وأكيدة أستاذ إبراهيم البلايه من الرياض هل أنت تشارك دكتور سيمعون بهذا الرأيك تجاه موضوع الوحي نعم أنا أقول أنه ينبغي أن يعني محمد أركون له موقفان موقف مثلا موقفه من سلمان رشدي وموقفه أيضا من توظيف الدين عندما نقارن بين هذين الموقفين نجد أن الرجل كما قال الأستاذ عمر كوش أنه ليس ضد الإسلام وإنما هو ضد توظيف الدين ضد توظيف الدين لمصالح سياسية أو أهواء أو غيرها فموقفه من سلمان رشدي يدل على أنه رجل مؤمن وأنه يدافع عن المقدس لكنه أيضا في نفس الوقت لا يقبل أن يوظف هذا المقدس لتبرير الأهواء فهو يريد أن يمنع أن يستبقي للدين قدسيته في الحدود التي تربط الناس بالله لكنه ضد أن يوظف الدين لمصالح أفراد خاصين أو لمصالح فئة معينة من الناس حتى أيضا موقفه من سلمان رشدي ربما سبب له مشكلة كبيرة في فرنسا وفي أوروبا كلها لأنه أوضح أنه مع المقدس وليس ضد المقدس أستاذ بولاي إنما أركون قضية أخرى ثانية أنا أقول عندما نتحد أستاذ بولاي كذلك الأمر سعى أركون إلى تخليص الفكر الإسلامي من السحر من الخرافات إلى حد ما من المقدس بوصفه فعلا غيبيا ألم يصل بذلك محمد أركون إلى حد الكفر؟ هذه ليست من الإسلام هذه ليست من الإسلام أصلا الخرافات ليست من الإسلام فهو أراد أن يخلص الإسلام من هذه الخرافات هذه تسييل الإسلام ولا تنفعه ولا ترفعه هذه بالعكس هي التي ضرت وهو أراد أن يخلص هذا الركام الذي أضيف عبر التاريخ إلى قداسة الإسلام ليبقي الإسلام نقاءه أنتقل إلى بيروت مع أستاذ عمر أستاذ عمر هل قبل أن أنتقل أريد أن أعلّف تفضل 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 أكمل الفكرة لو سمحت أريد أن أكمل الفكرة أقول لو سمحت لا أريد أن أوضح أيضا نعم أريد أن أوضح أن مشكلتنا مع الحضارة المعاصرة هي مشكلة نوعية تختلف جذريا عما كان يعرف في السابق فما يعيشه العالم الآن هو يعيش تغيرات نوعية نوعية لا يمكن أن نجدها في أي ثقافة قديمة فيجب أن نتعامل مع الحضارة المعاصرة من منظور جديد في نظرته للسلطة في نظرته للإنسان في نظرته للعلاقات يعني هذه التغيرات النوعية يجب أن نعتبرها شيئا جديدا على حياة الإنسان ولهذا لا ينبغي أن نربطها بأي تاريخ سابق أعزائي المشاهدين أتوقف في استراحة أخيرة أعود بعدها لمتابعة هذه الحلقة حول محمد أركون من ساعة حرة إنما بعد الفاصل أعزائي المشاهدين الجزء الأخير من ساعة حرة أنتقل إلى موريال مع دكتور سامعون دكتور سامعون في سؤال قبل أن أدخل بموضوع عزلة الإصلاح في العالم العربي هل تعتقد أن محمد أركون تميز بموقفه من الاستشراق والمستشرقين عن موقف إدوان سعيد كونه كان له موقف من بعض الاستشراقيين المتشددين لا شك هو في نهاية الأمر رفض حتى إطلاق تسمية المستشرقين وأسماهم علماء الغرب الذين يعكفون على دراسة الإسلام والموضوعات الشرقية وبالتالي رفض المعنى التقبيحي الموجود في كلمة المستشرقين والذي طبعا حاول إدوارد سعيد أن يبين العلاقات هو نوع من ربما عقلية الشراكة الموضوعية بين السلطات الغربية وبين الدراسات الاستشراقية في وقت أن عبدالله العروي أيضا المفكر المغربي المعروف حاول أن يفند العلاقة بين الاستشراق ونظرتهم التاريخية وما علق بهم في أذهانهم من حضرتهم الغربية وما سعوا إلى إسقاطه على الحضارة الإسلامية محمد أركون بهذا المعنى أعاد الاعتبار لما نسميه الآن المستشرقين إلا أنه تجاوزهم بمعنى أنه قال لهم أنكم تطبقون مبادئ ومناهج ربما هي أكثر قربا من التحليل اللغوي وأنا أدعوكم إلى معالجة النصوص والتراث الإسلامي من ناحية بنيوية بهذا المعنى هو ابن الحداثة الغربية قبل بكل ما قدمته من قطيعة قطيعة سياسية وأسست لفكرة المواطنة قطيعة إيديولوجية حيث أثست لفكرة الحرية والعدالة من منظور جديد وخصوصا القطيعة العلمية التي قامت على التجريب والاختبار وبالتالي بهذا المعنى محمد أركون قطع مع المستشرقين من ناحية إلا أنه قبل دائما وطبق فعلا كل ما قدمته الحداثة بهذا المعنى هو مفتون في آن معا بالحداثة كرؤية وهي صاحبة قيم جديدة ومستجدة ومع قطيعة مع التاريخ السابق وهو في نفس الوقت مفتون أيضا بتراثه الإسلامي وبالتالي يدعو إلى فهمه على ضوء المعارف الجديدة سامي الوقت يدهمني أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى معك قبل أن أنتقل إلى الأستاذ عمر كوش وهي أنه انتقل في كتبه الأخيرة عملية فشل الإصلاح في العالم العربي ودعا إلى الهدم الفكري هل فكرة الهدم الفكري عند محمد أركون تشبه إلى حد ما ما أسماه أدونيس بالخراب الجميل طبعا هما شركان تقريبا في هذه الرؤية أنه إن كنت لابد أن تبني عليك أن لا ترمم بعد الآن عليك أن تعيد التأسيس أن تعيد التأصيل بهذا المعنى هو على خصومة شديدة بل على تناقض مع كل التيارات الأصولية وخصوصا التيارات الأرثدوكسية إن كانت نضالية جهادية أو إن كانت فكرية التي تسعى إلى إصلاح عبر إعادة تركيب بعض المقولات دون أن تدخل عليها وتفككها تقتحمها وتفككها ومن ثم تتجاوزها إلى بناء جديد محمد أركون يدعو إلى ما يسمى بالفرنسية براديجم الجديد أي أنه يريد منظومة معرفية قيامية مفاهيمية جديدة تقطع مع الماضي وتقطع مع الشروحات السابقة وتقيم على أساس جديد هو الأساس الحداثي أو العصرنة عمر كوش من بيروت أكرر عليك نفس السؤال السؤال هو يعني بعد الهدم الفكري عند محمد أركون هل هو إلى حد ما ما سمى أدونيس الخراب الجميل؟ يعني أدونيس طبعا شاعر وهو أيضا مفكر إلى جانب شعره وله أطروحات طبعا أنا أحترم بعضها وأختلف معه في بعضها الآخر الخراب الذي يدعو إليه الأستاذ أدونيس باعتباره خرابا جميلا يعني أنا لا أتفق معه كيف يكون الخراب جميل لا يمكن أن يكون الخراب جميل الخراب خراب نحن علينا أن نعيد البناء وهو ما فعله أركون أركون عندما يفكك ويحلل ويحفر إلى آخره في طبقات الفكر وفي العقل وفي التراث ليس بقصد الهدم والخراب إنما بقصد إعادة تشكيل وإعادة بناء جديدة وفق طبعا الحاضر حاضرنا ومشاكلنا وهذا ما يميز مشروع أركون عن غيره هناك من يقول أن أركون تفكيكيا وتقويضيا لا ليس صحيح أركون ليس تفكيكيا تقويضيا بالمعنى الديريدي بمعنى الذي صار عليه الفيلسوف جاك ديريدا لأن جاك ديريدا ما يهمه هو الهدم والتقويض بدون إعادة البناء إنما هنا الاختلاف هو إعادة بناء منظومة العقل بأكملها ومنظومة الثقافة الإسلامية بأكملها وهذا ليس خرابا إنما هي إعادة بناء جديدة وتأسيس جديد للدخول في عصر الحداثة أستاذ عمر أدخل بموضوع أخير هو موضوع الإرهاب وموقف محمد أركون من الإرهاب كان قبل 11 سبتمبر 2001 يجب أن يمر الفكر العربي بمرحلة تنويرية بعد 11 تسعة غير رأيه محمد أركون لماذا برأيك؟ الحقيقة ليس تغيير رأيه تماما أنا طلعت على كتابه المشترك عن أحداث 11 سبتمبر وقرأته مليا أركون كان متمسكا بقيم التنوير على طول حياته وعلى طول كتاباته وطروحاته لم يتخلى عن قيم الأنوار والتنوير باتا إنما عندما جاءت أحداث 11 من أيلول وطبعا ارتفع منسوب مفهوم الإرهاب وبوظف التوظيفات عديدة وشتى وجرى اتهام أمة بأكملها هي الأمة الإسلامية بالإرهاب هذا ما أثار حفيظة طبعا أركون وبالتالي حاول أيضا هنا أن يحفر تماما تحت طبقات هذه البقولة وأن يبين التوظيفات العديدة وخاصة طبعا توظيفات سياسية أو ما يسميه هو إرادة الهيمنة هذه الإرادة الهيمنة طبعا للقوى الكبرى والقوى العظمى في العالم وبالتحديد للولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى إلى أن تفرض شروطها وأن تفرض قيامها ومفهومها عن الإرهاب وما إلى ذلك على طبعا جميع دول العالم وشعوبه هذا ما أثار حفيظة أركون وفي كتاب مطول حديث مشترك فكك هذه المقولة تماما ولكنه لم يتخلى فيه من المأيام عن قيمة التنوير أستاذ إبراهيم بالبليه هل أنت تعتقد بنفس موضوع الإرهاب وموقف محمد أركون من الإرهاب أن محمد أركون دق نقوس الخطر قبل أحداث 11 سبتمبر بمعنى أنه دعا المسلمين إلى خوض معركة الجمود الفكري المعركة ضد الجمود الفكري ضد التقليد إلى التغيير إلى التفكير بكثير من الأمور هل توافق على هذا التوصيف لفكر محمد أركون؟ بدون شك هو كغيرهم من المفكرين بدون شك أن محمد أركون أنه نبه إلى أن لا بد أن نصل إلى هذه النتيجة إن لم نتدارك وندخل ونستثمر التنوير ونستثمر معطيات العصر لنخرج من هذا النفق الذي نعيشه محمد أركون بدون شك أنه كان متنبئا بالذي حصل وأعتقد أنه ليس وحده بهذا هي النتيجة واضحة تماما أنه ما لم نتدارك أنفسنا ونخرج من نفق التخلف فإن النتيجة لا بد أن تكون بهذا المستوى أو ما هو أسوأ أستاذ إبراهيم في إطار تشخيص محمد أركون لأحداث 11 سبتمبر وصف الذين قاموا بهذه العملية بأنهم جائعون معذبون مكبوتون لا عمل لهم وأنهم انفجروا لهذه الأسباب لماذا الانفجار كان بوجه الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن بوجه السلطات المحلية برأيك طبعا هذا له أسباب كثيرة لكن أنا أعتقد أن هذا ليس صحيحا لأن الذين قاموا لم يكنوا جائعين الذين قاموا بالعكس كانوا غير جائعين الذين قاموا بهذا الجهد لكنهم كانوا يرون أن الولايات المتحدة هي التي تمثل الهيمنة الغربية وهم ضد الهيمنة الغربية بكل تفاصيل بل ضد الحضارة الغربية برمتها وهم مستفيدون أيضا من إنجازاتها أستاذ عمر كوش هل يلفتك أن أركون لم يخشى التعرض للقتل أو الاغتيال في زمن تم فيه يعني زمن يستسهل فيه العنف والقتل ما سبب ذلك برأيك يعني هو رجل فكر وطبعا هذا رجل فكر صاحب مشروع وصاحب المشروع يعرف أنه عندما يدخل منطقة محظورة أو منطقة طبعا تثير حفيزة التيارات متشددة ووصولية وتثير أيضا حفيزة السلطات الرسمية إلى آخره يعرف تماما أن هناك ثمنا يجب أن يدفع وبالتالي عندما يؤمن بمشروعه ويسير به قدما لا يخشى سواء المضايقة أو الملاحقة وحتى القتل هناك أمثلة كثيرة في التاريخ العربي والإسلامي بل في التاريخ العالمي من ناس مفكرون وحتى ناس عاديون وغيرهم دفعوا حياتهم ثمنا لمواقف معينة أو الأفكار معينة أستاذ عمر في معي أقل دقيقتين هل تظن أن الساحة الإسلامية اليوم أصبحت بعد وفاة عدد كبير من الفكرين سبعة خالية وجاهزة فقط لأأمة المساجد لا بالتأكيد لا هناك أسماء لامعة كثيرة ما زالت تعمل وتحفر في طبقات التراث وأيضا تنادي بقيم التنوير والإصلاح والتعددية وإلى آخره وتسير أيضا في نفس تقريبا الهم الذي حمله نصر حامد أبو زيد وعبد الله ومحمد عبد الجابري ومحمد أركون الساحة لم تفرغ من هؤلاء وبالتالي ليس هناك خوف إنما أن ما نتمنى هو أن نبني على ما قام به طبعا محمد أركون وما ما قام به نصر حامد أبو زيد وأن نمضي قدما أيضا في تفكيكهم وفي حفرهم وأيضا في استخلاص المسببات التي تمنعنا من دخول الحداثة ومن أن نعيش بكرامة وبحرية وأن نتمتع مثل غيرنا بكل ما تتطلبه الكرامة الإنسانية أنا أشكرك أستاذ عمر كوش من بيروت كما أشكر أيضا من الرياض الأستاذ إبراهيم البولي المفكر والكاتب السعودي ومن موريال الدكتور سامي عون أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك أعزائي المشاهدين هذه الحلقة كانت تحية لمحمد أركون على أمل أن نلتقي معكم في حلقات قادمة تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر